اشتياق أسامة لحبيبته شاهدوا المزيد من التفاصيل البداية بهذا الفيديو مع سيدرا بيوتيل قمت مؤخرا بنشر بوست لحفلة عيد ميلادها وقامت راند طليقة فراس أبو شعر بوضع لايك عم تعيد سيدرا بعيد ميلادها ويدكر أن راند بعد طلاقها قامت أغلب شلة دبي بإلغاء المتابعة لراند إلا القليل منهم مثل عيلة لبيوتي لانولين محمد النصالة اللي لسا متابعين راند ويدكر أن راند في راس رجعوا إلى دبي في نفس اليوم نمر إلى اليوتيبر أسامة مروى فأسامة كما يعرف الجميع هو مسافر حاليا إلى كندا وانبارح نشر الصور في السناب شات كان عم بجعب على أسئلة الجمهور ووضح أسامة أنه راح ليجدد جواز السفر تبعه في كندا أيضا علق أسامة أنه من شروط جواز السفر في كندا أنه ممنوع لابتسامة أيضا أسامة نشر صوري علق عليه أنه هو أدم جواز مستعجل وعم يستنى وتوقع الجمهور أنه أسامة بده يرجع بسرعة ليشوف حبيبته الشيرين في دبي ومؤادر على بعدها أيضا أسامة نشر صوري علق عليه أنه شعره طويل وخلاص راح يتخلى على الطائية أيضا نشر أسامة صورة لنبع الحنان فش رأيكم بخصوص هذا الخبر؟